السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صفيه من خلقه وخليله نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة ونشهد أنه تركنا على المحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيق عنها إلا هالك فصلوات ربي وتسليماته عليه أصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساءا واتقوا الله الذي تساءلنا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما علم أن خير الكلام كتاب الله وخير الهدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله منا وإياكم من النار عباد الله سوف نقف اليوم معكم في آية من آيات الله من كلام الله تعالى في القرآن الكريم في سورة الزخرف آية لقم ثلاثة وثلاثين يقول جل جلالهم في هذه الآية ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاء الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين قال ابن كفير رحمة الله عليه في تفسيره عند تفسير هذه الآية أي لولا أن يعتقد كفير من الناس الجهلة أن إعطاءنا المال دليل على محبتنا لمن أعطيناه فيجتمع على الكفر لأجل المال هذا معنى قول ابن عباس والحسن وقتاده والسدي وغيرهم لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج أي سلالما ودرجا من فضة عليها يظهرون أي يصعدون ولبيوتهم أبوابا أي أغلاغا على أبوابهم وسررا عليها يتكئون أي جميع ذلك يكون فضة وزخرفا أي وذهبا ثم قال وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا أي إنما ذلك من الدنيا الفانية الزائلة الحقيرة عند الله تعالى أن يعجل لهم بحسناتهم التي يعملونها في الدنيا مآكل ومشاربا ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة ليوافوا الآخرة وليس لهم عند الله حسنة يجزيهم بها ثم قال والآخرة عند ربك للمتقين هي لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد غيرهم انتهى كلام ابن كفير رحمة الله عليه عباد الله العبرة من هذه الآيات أنها وردت مورد الذنب للحياة الدنيا فهي لا تزن عند الله جناح بعوضة ولو شاء لأعطى الكافر منها كل ما يشتهي من هوانها عليه وهوانه عليه سبحانه وتعالى ولكن برحمته لم يفتح عليهم أبواب الدنيا كلها لألا يفتن الناس بذلك فتسارعون في الكفر وينسون الآخرة وروى ابن شيبة بسند صحيح عن الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه أنه قال إن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب ولا يعطي الإيمان إلا من يحب فإذا حب الله عبدا أعطاه الإيمان انتهى ولهذا كان الواجب على المسلم إذا كان في ضيق من الدنيا وهو يرى الكافر في سعة منها أن لا يحزن بل يحسن الظن بالله وأن الله جل جلاله لم يمنعه الدنيا لهوانه عليه ولم يعطيها الكافر لكرامة له بل الأمر على العكس وقد روى البخاري ومسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير أثر في جنبه صلى الله عليه وسلم وتحت رأسه وسادة من أدم أي من جلد حشوها من ليف قال عمر فرأيت أثر الحصير في جنبه فبكيت يقول عمر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا عمر فقلت يا رسول الله إن كسرى وقيصرى فيما هم فيه أي من النعم ورغد من العيش وأنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنت رسول الله فقال أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولهم الآخرة وصدق الله تعالى تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين لقد قلت ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه الغفور الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عباد الله أصيكم نفسيا مرارا وتكرارا بتقوى الله والتقوى يوم أن ترجعون فيه لله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أيها المسلمون يقول أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام يؤتى يوم القيامة بأنعم أهل الدنيا من الكفار فيقال له أغمسوه في النار غمسة يغمس فيها الله يقول للملائكة أغمسوه في جهنم فيغمس في جهنم وعياذ بالله ثم يقال له أي فلان هل أصابك هل أصابك نعيم قط فيقول لا ما أصابني نعيم قط ويؤتى بأشد المؤمنين ضرا وبلاء أي في الدنيا فيقال له فيقال الملائكة أغمسوه غمسة في الجنة فيغمس غمسة فيقال له أي فلان هل أصابك ضر قط أو بلاء قط فيقول ما أصابني قط ضر ولا بلاء أخرجه ابن ماجة هو حديث صحيح صحو الألباني وغير رحمة الله عليهم جميعا عباد الله الناس في هذه الدنيا ما بين مبتلا ومعافا وصحيح وسقيب وغني وفقير وسعيد وحزين وظالم ومظلوم وكل ذلك إلى أجل محتوم ووقت معلوم لا يملك أحد تأخيره ولا رده ومع أول غمسة في الجنة أو النار يذهب هذا كله ويزول يذهب هذا كله ويزول وبعد أول غمسة في الجنة تذهب الهموم والغموم والفقر والمرض والابتلاء والشدائد والظلم والقهر والآلام والأحزان النفس تبكي النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بالشر خاب بانيها اعمل لدار غدا رضوان خازنها والجار أحمد والرحمن بانيها قصورها من ذهب والمسكو طينتها والزعفران حشيش نابت فيها الدنيا ساعة اجعلها طاعة والنفس طماءة عوضها القناعة هكذا الدنيا عباد الله وقد صدق الشاعر لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حي وباقي اللهم اجعل هذا الجمع جمعا مباركا تفرقنا بعد تفرقا معيدا معصوما لا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم ايش في كل مريض وعافي كل مبتلى ورد كل غائب يا رب العالمين واهد كل ضال يأذى الجلال والإكرام اللهم اغفر لوالدين والوالد والدين وارحمهم كما ربنا صغارا اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين أجمعين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفترنا بعدهم واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم ونحن أمتنا وأنت راضا عننا يا رب العالمين أسألك حسن الخاتمة عند الموت ونعوذ بك من سوء الخاتمة يا جلال والإكرام اللهم نسألك وأنت الله الغني أن تحفظ هذه بلاد تنزانية ورئيسة تنزانية سامية صلوح حسن ومعاونيها المخلصين اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين واخذ بناصيتهم لما تحب وترضاه اجعل لها بطانة صالحة ترشدهم إلى الخير وتأمرهم إلى الخير وأبعد عنهم البطانة السيئة يا رب العالمين اللهم أدري الخير على يديهم من العباد والبلاد احفظ هذه البلاد يا رب العالمين والمسلمين وسائر بلاد المسلمين نسألك الأمن في البلد والإصلاح في الولد والعافية في الجسد اللهم يشفي كل مريض يا رب العالمين اللهم اشفينا جميعا أخرج من أبداننا وأبدان الحاضرين والمؤمنين والسامعين والمشاهدين كل مرض عضوية يا رب العالمين من أمراض العضوية والروحية من عين العائنين وحاسد الحاسدين ومكر الماكرين وزحر السحل وشعوات المشعودين نعوذ بك من البارس والجنون والجداء ومن سيء الأسقام اللهم اجعلنا هداة مهدي يا رب العالمين وخذ ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصلت علينا بذنوبنا من لا يخاف وقفينا ولا يرحمنا يا رب العالمين اللهم إنا برينا من حولنا وقوتنا والتجان إلى حولك وقوتك أعنا ولا تعن علينا انصرنا ولا تنصر علينا واهدنا ويسن الهدايا يا رب العالمين اللهم إنا رفعنا كفة الضراعة إليك رفعنا كفة الضراعة إليك يا رب العالمين بلغنا رمضان وعنا فيه على الصيام والقيام اجعلنا فيه من المقبولين لا تجعلنا فيه من المردودين ولا من المغضوب عليهم ولا من الضالين اللهم من كتبت عليها أنه لا يبلغ رمضان اللهم ارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض الأكبر عليك يا رب العالمين اللهم ارحمنا فأنت بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر التف بنا ما أجلت به المقادر إنك على كل شيء قدير ربنا اغفر المؤمن والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأموات اللهم انصر المصدعفين من إخوان المسلمين في كل مكان وخاصة في غزة على اليهود المعتدين والصهاينة الغاصبين اللهم عليك باليهود يا رب العالمين والصهاينة اللهم نكس أعلامهم شتت جموعهم فرق كلمتهم اللهم اقضي في قلوبهم الرعب يا رب العالمين اللهم أرنا فيهم يوما أسودا كيوم فرعون وهامان وميب خلف اللهم أنصر الإسلام والمسلمين وعليك بأعدائك أعدائ الدين لذلك يحاربون دينك وعبادك الصالحين عباد الله إن الله أخبر في محكم تنزيله إن الله ذكر في محكم تنزيله مخبرا وآمرا إن اللهم رأيكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار وعلى المهاجرين والأنصار اللهم صل عليه وعلى صحابة الأبرار يا رب ومهات المؤمنين وخصة منهم أبي بكر وعمر وعثمان وعلي واسقنا من يده الشريف شربة هنيئة لا نظم بعدها أبدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقم الصلاة